السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تمت اضافة وجهة جديدة للمعابر البحريات الى الجزائر هذه هي مدينة الميريا في اسبانيا والتي ستنطلق منها الرحلات الى ميناء وهرانا والغزوات تعيد فتح الحدود البحريات الجزائريات قبل ايام بعد اكثر من عام ونصف من الاغلاق هذا القرار الذي اعلنته وزارة النقل الداخل حيز التنفيذ في 21 اكتوبر حاليا هناك دولتان فقط تتأثران باستيانا في المعابر البحريات الى الجزائر هذه هي فرنسا واسبانيا وتتولى السفينتان الجزائر اثنان وباجي مختار ثلاثة بصع الف ومائتين والف وخمسمائة راكب على الطوالي مسئولية ضمان الاتصال بهتين البلدين بالاضافة الى الشركة الوطنيات للاعبارات الجزائر هناك شركتان اجنبيتان اخرى تخدمان الجزائر مرة واحدة في الاسبوع استأنفت كورا سيكاليني التي توفر السفر على خط مرسيلي الجزائر انشطتها منذ 9 نومبر بالنسبة لاسبانيا فان شركة لديها اتصال واحد في الاسبوع بالجزائر اعلنت هذه الشركة عن استئناف خدمتها اليوم 20 من شهر وانبار الجاري وجهة جديدة تضاف الى المعابر الى الجزائر بالاضافة الى ذلك تمت اضافة وجهة جديدة لبرنامج المعابر البحريات الى الجزائر هذا هو خط الميريا وهرانا والميريا الغزاة الذي ستقدمه شركة تيرانوس ميدية تيرانيا الاسبانية وبحسب ما كشفت عنه على موقعها الرسمي فان شركة تيرانوس ميدية يورسي ستقدم الميناء في غرب الجزائر وفق الجدول الزمني التالي الوميريا وهران كل يوم ثلاثاء الساعة 11 مساء وهران الميريا كل يوم 4 الساعة 10 مساء المريات الغزوات كل يوم سبت الساعة 11 مساء غزوات الميريا كل يوم احد الساعة 3 مساء بالاضافة الى ذلك ذكرت شركة ايضا شروط السفر الى الجزائر عملاؤها لذلك يجب على الاشخاص المعنيين تقديم النتيجة السلبيات الاختبار الذي تم اجراؤه قبل اقل من 36 ساعة من رحلتهم والخضوع الاختبار مستضد على نفقتهم عند وصولهم الى الاراضي الوطنية تم تحديد مبلغ هذا الاختبار الاخير عند 10 يورو او 1600 دينار يمكن دفعها على الفور من قبل المسافر